في 200 طالب في الجامعات التكنولوجية المتين طالب دول فازوا بمنح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنمو إزاي؟ يعني فازوا بإيه بالزبط وطبيعة تواصلهم مع التحالف تكون عاملة إزاي؟ الحقيقة ده موضوع يعني رائع أنا بوصفه برائع الحقيقة لأنه بيصادف اهتمام بقطاع التعليم التكنولوجي التعليم التكنولوجي قطاع واعد بيلبي احتياجات سوء العمل الأساسية بيخرج مهاري ده اللي احنا بنشوفه دلوقتي الشباب هوت مع قيادات مؤسسة صنع الخير وأثناء تسلمهم للمنحة كل شاب من الشباب اللي احنا شايفينهم دول دلوقتي استلم أو تسلم منحة قيمتها 10 تلاف جنيه دي المصروفات الدراسية للطلاب في الجامعات التكنولوجية الفكرة كلها أطلق عليها مبادرة تكافؤ تكافؤ بمعنى تكافؤ الفرص التعليمية إن غير القدر كمان يبقى له حق في تعليم زوجودة ويخرج بشكل مهاري يناسب سوء العمل وده الحقيقة عشان نوصل للمتين دول في مؤسسة صنع الخير عضو التحلف عملنا إيه؟ أعلننا بشكل رسمي استقبلنا وحطينا اشتراطات كان أهمها التفوق الدراسي بالدرجة الأولى والظروف الاجتماعية اللي ممكن تحول ما بين الطالب وما بين أنه يستمر يتقدم لنا تقريبا في صنع الخير أكتر من حوالي 800 طالب بدأنا نفز بالضبط على وفق المعايير الأساسية اللي احنا اشتغلنا عليها في النهاية خرجنا بالمتين المتين الحقيقة من بين الحاجات المفرحة جدا بقى إنه اتلاقينا منهم شباب في الترم الأول كان حصل على امتياز وحصف من الأوائل في كلياتهم التكنولوجية الحاجة المفرحة أكتر بقى إنه تخصصاتهم لما نبص على تخصصاتهم كده هنتلاقى منهم شباب متخصص في الطاقة المتجددة احنا بنعد جيل من دلوقتي بيشتغل على رؤي الدولة بالضبط فأنا بقول لحضراتكم هنا بقى الفكرة عمر التعليم ما كان بعيد أبدا عن اهتمام المجتمع المدني الناضج في كل دول العالم جي الوقت إن المجتمع المدني المصري كمان من خلال التحالف الوطني يهتم اهتمام بالغ بالتعليم وخصوصا التعليم التكنولوجي اللي حيلبي احتياجات سوق العمل ما اعتقدش إنه في حافز لأولادنا أكبر من إن أنا أشجع النابغين والمتفوقين فيهم اللي عندهم ظروف اقتصادية واجتماعية تحول ما بين استمرارهم في التعليم وده اللي سمعناه من الولاد الحقيقة في الاحتفالية يعني لو كنا لسه في الصور موجودة هتلاقوا العمل المشترك ما بين كل الصور إيه الفرحة اللي مرسومة على وشوش الولاد الفرحة دي بإنهم قدروا يتجاوزوا ظروفهم قدروا يكملوا في تعليم هم متفوقين لكن كان عندهم عاقبة صغير بالضبط عايزين بقى نقولهم هم ونقول اللي حيكمل معانا في مبادر التكافؤ من التحالف من خلال صناع الخير احنا حنستمر معاكو احنا قدينا النهاردة 200 طالب في السنة الأولى هم كلهم طلبة سنة أولى عديده ترم واحد وتفوقته اللي حيتفوق حيستمر معانا في المنح بحد أدنى جاي اللي حيتفوق أكتر وحيجيب امتياز وجايد جدا وحنكمل معاه في الدراسات العلم احنا بنقول انه الشريك معانا معانا لحد ما ينخلص مرحلة البكالوريوس للولاد صناع الخير هتكمل من خلال تكافؤ مع الولاد اللي حيجيب امتياز واللي حيجيب جايد جدا عشان يعمل الماجستيرو من بعدها الدكتوراه كمان عشان نبقى كده احنا خلقنا منه او يعني قدرنا نساعده صحيح انه يبقى يعني عنصر فاعل بشكل حقيقي لبلده والنفس لكن احنا مش هنكتفي بالمتين يعني اعتقد انه يكون فيه كل فترة بتأكيد احنا ده المرحلة الاولى وده الانطلاقة الاولى طموحنا ان المتين دول يبقوا الفين ويبقوا اكتر كمان طموحنا انه نستمر معاهم زي ما لا احنا الموضوع الاستمرار ده مش طموح ده قرار ومنتهي المتين دول احنا معاهم لحد ما يخلصه هنزود شرط واحد زي ما احنا بنقول برضو بالزبط احنا بندعم من يدعم نفسه احنا بندعم المتفوق اللي حاسس بقيمته وحاسس بأهمية نفسه واللي عامل اللي عليه بالزبط يعني اللي عامل عليه وفي مقدوره بالزبط كده ايه المبادرات هل في مبادرات اخرى جديدة جاية يا فنم بالتأكيد احنا التحالف هو بيشتغل على تلبية الاحتياجات بيبتكر كل يوم مبادرات مستهدفات التحالف على سبيل المثال في خلال سنة 23 انه يشتغل على القطاعات المختلفة بشكل ابتكاري وبشكل يعظم من الفايد اذا قلنا ان مبادرة ازرع على سبيل المثال طموحة في ان احنا نلبي وانطور من الانتاج الزراعي في مصر زي ما السيد الرئيس وجه اذا قلنا انه المبادرات الامن الغذائي زي كتف بكتف وزي خيرك سابق المبادرات التنكين الاقتصادي كل المبادرات دي هي على الارض شغالة بكسافة وممتدة وبتطور من نفسها وبتعظم وبتزود اعداد المستفيدين باستمرار منفتحين على كل الافكار اللي هتساعد بقوة انه نلبي الاحتياج الاهم كمان ان احنا جاهزين ان احنا نتعامل مع الازمات ولا قدر الله ولا قدر الله اي عائق بالمجتمع بيحصل لاي شريحة جاهزين ان احنا نبقى يد العون ونبقى في الظهر دايما لكل حد بيحتاج ان شاء الله باذناني بكل تأكيد هو مجهود كبير وعظيم الحقيقة وصحيح احنا كان يعني يمكن جهود المجتمعات المدنية طور الوقت كانت موجودة لكن كنا بنقول مثلا الجهود المنفردة بيبقى صحيح في خير وصحيح في أسر بيتم مساعدتها لكن بتبقى عشوائية بشكل كبير لكن اللي احنا شايفينه دلوقتي هو خير ثواب طبعا متجرة مع الله لكن ده كمان يعني هيغير شكل المجتمع في الفترة اللي جاية زي ما حضرتك قلت احنا بنساعد أسر بنغير فكر بننشر وعي بنطلع جيل جديد وعي وقادرين نستغل امكانياته وقدراته فده يمكن من أهم الخطوات اللي الدولة المصرية اتخذتها خلال الفترة اللي فاتت أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ أسام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني لعمل الأهلي التممي ونورتنا في سبع الكريم شكرا لك يا سيد أسام